اشتركوا في القناة الجواب صبغ الشيب باللون الأسود الخالص مختلف فيه وقد بنعه كثير من أهل العلم لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا أي بياض الشيب واجتنب السواد وأما صبغ الشيب بلون غير اللون الأسود الخالص فمستحب لحديث أبي هريرة أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر